موسيقى ازايكم الجماعة عاملين ايه وارجعنا لكم على الفيلم الجديد اللي لسه نازل على شبكة نتفليكس النهاردة الفيلم اسمه جامباودر ميلتشيك الفيلم بتولد كارين جيلان ولينا هيدي وكلوي كولمن وكارلا جوجينو وأنجلا باسيت وميشيل يو وبول جيماتي والفيلم كتابة اخراج نافت بابو شادو الفيلم بيحكي عن قاتلة مأجورة اسمها سام وبتشتغل تبع منظمة غريبة اسمها زافيرم ففي يوم بتروح في مطعم وبتقعد تفتكر ايام زمان وخصوصا من 15 سنة وكانت بتفتكر في اليوم ده ان هي كانت منتظرة والدتها ان هي كانت متعودين دايما ان هما يعودوا مع بعض يشربوا الميلك تشيك فبعد كده والدتها بتستأزم منها وبتقول لها ان هي حتقوم عشان تعمل مكالمة تليفون وبالفعل بتسيبها لوحدها بعد كده بتخش عصابة من الروس وبيشوفوا البنت قاعدة لوحدها فالمهمة زعيم العصابة بيقعد قدامها وبيسألها في الماما يا حلوة فطبعا هي مبتردش فبيطلع مطوى وبيهددها ولسه قبل ما هيئذيها رحمامتها ظهرت وهي شايلة مسدس وقالت لبنتها غمضي عينك وبالفعل البنت غمضت عينيها وبتبتدي احداث الفيلم الفيلم فيه كمية ابطال كتار جدا زي مثلا كارين جيلان من سلسلة افلام جومانجي ولينا هيدي من المسلسل الحلو جيم اوف سرونز والممثل الجميل اللي هو بولج ماتي لكن للاسف المخرج معرفش يستغل كمية النجوم الموجودة في الفيلم ده بالعكس يعني فيه افلام كتيرة مفهاش كمية النجوم دي وبتكون احسن من كده بكتير ده كمان بالاضاقة للقصة السازجة جدا فانا طبعا قلت ده يعني فيلم اكشن فطبيعي مش هركز في القصة الواحد عايز يتفرج على اكشن حلو والسلام لكن للاسف حتى الاكشن برغم انه ابتدى متأخر في الفيلم يعني حوالي بعد نص ساعة تعريبا او ساعة لتلت ابتدى الاكشن ما كانش برضو في نفس المستوى الافلام التانية اللي في نفس الستايل زي مثلا فيلم اكيل بيل اللي كان نزل سنة 2003 فكانت مشاهد الاكشن او المشاهد القتالية كانت الصراحة يعني تدعو للسخرية وما كانتش حلوة خالص ممكن يكون قصد المخرج انه يبقى فيلم كوميدي فانا ما اتفرجت عليه على هزا الاساس برضو مقدرش يوصل لنفس الافلام الكوميدي اللي كان بيبقى فيها معارك وكان فيها اكشن زي مثلا فيلم كيك اس اللي نزل سنة 2010 فكان فيلم جان بودر ملك شيك كان يعتبر تقليد للافلام دي بس للاسف كان تقليد مش قوي حتى الفيلم للأسف من الناحية الدرامية المخرج او صناع الفيلم ما نجحوش انه هما يقنعونا بقى علاقة تأسام واملي مع بعض فكان السيناري والحوار كان سطحي جدا ومع ذلك كانت علاقتهم مع بعض جمدة اما الحاجة الحلوة في الفيلم الصراحة الموسيقى التصورية والساونتراكات اللي كانت موجودة في الفيلم الصراحة تقريبا كل حوالي دقيقة او دقيقة ونص كان ساونتراك مختلف بالاضافة كمان لكل مشهد ولكل موقف كان له الساونتراك بتاعه اللي كان مختلف عن الساونتراك اللي قابليه فكانت الصراحة الموسيقى في الفيلم ده كانت اقوى حاجة والمتفارج كان بيحس فعلا ان الموسيقى كانت بتتكلم ده بالاضافة كمان للتصوير البطيء في المشهد الاخير في الفيلم كانت تعتبر من ضمن الحاجات الحلوة في الفيلم كله خلاصة الكلام فيلم جانباودر ملك شيك المفروض كان بكمية الابطال اللي فيه وبالانتاج الضخم اللي فيه كان مفروض يبقى احسن من كده بكتير تقريمي لفيلم جانباودر ملك شيك هو اربعة ونص من عشرة واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب عجبهم ليه واللي اتفرجوا ما عجبهمش ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب علشان بنتناقش مع بعض وسلام